شخص مثلك مطالب للأخير بإحقيق الحق تعتبر أنه توقيفك بوقتها كان عدالة ولا كان في محاولة لأسكاتك بس يكون في ملف بحجم قضية أربع آب بالعدلية أيدين الأضاءط هم يلعبوا بالملف كأنه هم نحكي عن حد السارع أو عن قتل حضاءات عضرب سينة أو كلب السيارة أو هذا بس كم يتعطوا مع الملف بهذه الطريقة ألش نحن بنعلم ونزل نكسر أصل العدل وأصل العدل خلق طي ينصف العالم ويفرج الجرائم كيف تصير مش خلق طي يصير ويبيعوا ملف بالسياسة وهذا يحشر هالقاضي وهالقاضي حدا يدقل له عمول هيك هم بحكي عن الأضاءط معروفين مش كلهم أكيد كم واحد من الأضاءط هم بيجربوا يضغطوا على الأهالي حسب يعني ما بتحكيك إيها دغري مثل قاضي حمادة أنا بأعتقد أن الحاكي اللي حكيته إياه كان بيقطع بشكل طبيعي اعتراض على فعله اللي كان بده يوقف أهالي ضحايا بس أنت هددت بتفجير أصل العدل نفس المشكل تفجير أصل العدل يمتعتبر إذا شخص هدد أصل العدل بتفجيره يوقفوني أحين وقفوني وطلع أنا عجل تفجر أصل العدل يعني طلع أنه أنا بكلمي قادر استحك علينا نفهم وجعك أكيد أنا عم بحكي يعني نحنا بس كون بالشارع منكسر أصل العدل إيه وإنحنا بكون هدفنا أن نشيل أصل العدل لا بكون هدفنا نسجل الاعتراض ونحنا بس نحكي أنه إيه بنا مفجر أول شي أنا اللي تفجر الوضع وقلت محضرين ومحضرين ومحضرين يعني أنا بنسمي ليه هذا حق طبيعي إلنا نحنا نحضر اللي بدنا يا طلما نحنا عم نعطر بطريقة أصل نقول طريقة مش سلمية بس ندع مظاهرة أصل العدل سلمية بننزل كلنا عشرين ثلاثين واحد نسجل الموقف تبعنا بنقدم إخبار أو شي بس نقول في مظاهرة مش سلمية أكيد بنكون نحنا محضرين القصص مش سلمية وهذا الشي حق إلنا القضاة الأوروبيين أنت اجتمعت معهم وصرحت أنه وعدوك بلجنة تحقيق اجتمعنا معهم اجتمعت كأهالي بس حدتك لأنه صرحت وقلت أنه وعدوكم بتشكيل لجنة تحقيق وبنصر الوقت كمان حضرتك صرحت أنه رئيس الفرنسي إمانويل ماكرو ما بدوا التحقيق أو مديوصة لنتيجة لا صار في تصريحات متنائدة لا أنا قلت أنه الوافد للاتحاد الأوروبي والقضاة الفرنسيين اللي إجوا هني مع تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بالوقت الرئيس الفرنسي اللي الأشخاص شفناهم هني من حزبه منهم عرفنا أنه هو الرئيس ضد لجنة تقصي حقائق دولية يعني الرئيس الفرنسي عنده موقف وفي نواب من حزبه عنده موقف تاني سألتوهم للدولة الفرنسية ما صلى من صور الأقمار الإصطناعية للدولة اللبنانية نحن رحنا على السفارة الفرنسية والسفارة الروسية والصينية والسفارة الأمريكية والسفارة البريطانية كلهم رحنا بطلب واحد نحن محضرين نص لكل سفارة نحن علنا سئة ونحن بنعرف كشعب لبناني أنه أنتوا عندكم صور الأكمار الإصطناعية وأنتم مش همتسلمون للكضاء اللبناني واللي بيطلع بصير يحكي عن أصص أنه عن الأمريكان أنه هوا بحركون صهايني وأمريكان نحن الأشخاص الواحدين رحنا طلعنا عاوكر لنالوا بوجوا أنوا هم تكذبوا علينا كشعب أنتوا أكيد عندكم صور أكمار ونحن بدنا إيها ولا سفارة جاوبت على هذا الموضوع فنحن نطالب حتى منذ بين الأجانب لهم يجوا والسفارات بمطلب وحاق ونشرني على الإعلام كيف نحن كتبين الناس ونحن علنا سئة أنه هذا الشيء موجود بس أنتم تغطوا على جريمة صارت بلبنان وأنا بعرف أن الدول كيف يفكروا يمكن يجيش نهار شي دولة عندها صرف وإذا تحشر دولة تانية يمكن تعطي صور الأكمار الإصطناعية بس نحن نعمل اللي علينا منطالب باللي بدنا إيه وهن كل واحد بيعرف حاله في شي معلومة بتعرفها عن تحقيق ما انتشارت أو ما قلت قبل بتقولها هلأ أنا مرة مرة انشرت معلومة عن التحقيق أنا مرة انشرت مراسلات بلقون والتحد اليوان والجيش وهي أصلاً كان مش موجود بالتحقيق رجعنا ضميني على التحقيق بس التحقيق كتحقيق نحن كأهيلة ولا مرة بنعرف عنه شي كتحقيق نحن القصص اللي بتطلع بالإعلام والقصص اللي نحن بنقدر نعرفها يعني أنا بقلك مثلاً في اشي من وين من جيبها هالشي بدي خبركي معنو يمكن مش لازم بس هلأ طلعه الموقفين بس كينوا موقفين السبعة عشر موقوف كأننا نحن نقدر نفوت لعنده كنت فوت أنا باسم الأهيلة أكيد كل واحد واحد وكل واحد بفترة زمنية معايني بيكون يا عنده حالة صحية يا بيكون هو عنده حالة عصبية نقدر ناخد منهم شوات فتت عن بدر الظاهر فتت عن بدر الظاهر ثلاث مرات شو قالك والحديث شو مرة أعطيك معلومة لايك بدر الظاهر أول شي بلاش الحديث أنه يعني مثل كل واحد موقف أنه هو مظلوم وأنه مسؤوليته وإدارية تعتبره مظلوم لا أمقول هو أمقول لك حديث أنت بتعتبره مظلوم أنا بيعتبرش حدا مظلوم أنا بيعتبر كل حدا كان مسؤول على المرفق كان أفضل فيه أول شي بيعملو يقدم استقلته معنويا كلمل بالقليلة إرادة الأهالي والناس اللي ماتوا أولادهم أنا بيعتبرش حدا مظلوم طوما القضاء كان موقفوا يعني مفروض القضاء عنده شي ضده بس بدري وغير بدري كل المطلوبين كل الموقفين كانوا هن أيام يكبوا معلومات عن بعضهم أنت كل واحد يحشر التاني وبأحد المعلومات قدنا نحن نوقف مسؤولان بالمرفق كانوا هن خارج التحقيق من معلومات حكاية أحد الموقفين وبقى تقدر الشي الناس بيعرفوه فاللي نحن بنعرف عن التحقي مثل ما الناس كلهم بيعرفوه الموجود على الإعلام بس يطلع القرار الزني ونشوف الزيادة أوكي وليام أسئلة سريعة لو أنت محل طارق القاضي طارق البطار كنت رح تسلوك نفس سيدة المسلك عندك عليمة استفهام بمحل معين على شغله لا لا أنا مش قاضي أول شي ما بعش القاضي كيف يشتغل لو أنت قاضي أنا اللي بعمل أنه كنت بتطالع القرار الزني لا لا كنت بعمل كل شي بالقرار وآخرت أبداع لهم كلهم وبقدم قرار الزني لأنه أنا بعرف كنت أنه في أشخاص بلبنان إذا بدأ فين قادريني سكروليك طريقك بعتقد القاضي طارق بطار هالشي بيعرف بس يمكن القاضي طارق بطار عبدو أشخاص يطلبون طي كافي المعلوماتي كافي ملف وأنا أقول تحليل أنا مش قاضي بالنهاية نهاية الشخص دارس وضاته وكان رئيس محكمة جنيات فأنا مين تعطي رأيي بسلمس لك القضاء لو قنت محل الوزير علي حسن خليل أو يوسف فنيانوس كنت بروح التحقيق كنت بروح التحقيق لأنه كان يوسف فنيانوس أو علي حسن خليل أو غازي زعيتر وظن عندهم مرجعيات وسلطة بالبلد مش ممكن يقدر حدا يزلمهم بمطرح يتهمهم بقتهم من دون دليل ويحبسهم يعني ولا حدا يتضحك كنتين يقول مثلا تقول غازي زعيتر صح هن عندهم مخاوف من أنه ينزلوا ويتمتوا وقفهم وهن بيولع البلد إذا في أحد الأشخاص من هول الأسامي وهذه كانت حجتهم أنه تميل على البلد لقال قاضي طارق البطار عم نشتغل بأجندا فاكر مليك ما نزلوا على التحقيق بس ما تفهمش غلط أنا بالنسبة إلي أنا لو أتقلك أنا علي حسن خليل ونزل على التحقيق التحقيق بيغبني وبيحبسني بشي أنا مش أقام له من دون دليل أكيد بيولع البلد بس إذا واحد يزل على التحقيق وتحقق معه وطلع إليه إثبات ونحبس هذا الشي طبيعي كان ولا حدا له حق يعطرد فبظن أن الكضاء اللبناني أو حيلا كضاء مش ممكن يقدر يحبس شخص عنده هالسلطة الكبيرة وعنده أكيد يقدر يحرك الشارع بكلمة من دون ما يكون عنده الله دليل ويمكن كان يطلبهم كلمة لكافة معلومات وهم يأخذوها وأنه لا نحن هم ننطلب ونحن ما بننزل بغض النظر مما كانت بس كون في قضاء مما بينطلب على القضاء لازم ينزل أنت بتقوله هو خايف من الفتنة مأمور لا يوجد أحد يخايف من الفتنة الفتنة مين بيعمل مهني بيعمل وإن كان الأحزاب أو المرجعيات السياسية حتى الحزب لأنت بتنتميله أنا ما بنتميش ولا حزب على فكرة وإذا بدك نحكي عن موضوع أنا عندي رائب السياسية أكيد وأنا كانت ناشط ومكتب البروتوكول بس أنا من أربع قاب بعدت عن كل نشاط سياسي وقضيت أربع قاب لو أنا بنتمي للقوات ما بديش عقراسي أز هاتها تكون واضحة أنا مع حال لحدنا مطلوب ينزل على القضاء يعني بدك أكتر وقت نطلب سامير جعجع موضوع الطيوني وإذا بينزل السيد أنا منزل أنا مع أنه كان ينزل أنه إذا يعني أنت بالنسبة لك القضاء لازم يكون ماشي أكيد نزع مما كان القضاء إذا كلنا مش ح نحترم القضاء لكن كيف يمشي كلهم فوق القانون الأكترية فوق القانون طيب إذا محل كنت محل رئيس الجمهورية كان وقتا رئيس ميشيل عون شو كنت بتعمل أنا أول شي يعني الرئيس ميشيل عون كخبرته العسكرية وكمركزه وكرئيس جمهورية هالعطب نحن عطول من قوله كان أي جمهور الطيار إيامي يخده كمان بالشخص بس بأعتقد هلأ سروا يفهموا علينا كيف نحن نقرب على القصة أنا رئيس جمهورية وصلني ملف أنه في نترات أمونيوم بغض نظر عن كل الإقوانين والمسار الإنوني اللي بيمشي بعرف أنه بالملف مكتوب كاتب أمن الدول أن نترات الأمونيوم يتشكع ودارة الأشغال وعلى قضاء أنه ليس يصبح أي ردد فعله وليس يتحركوا ويشيله الموعد ونفس الشي عمله رئيس الحكومة حسان دياب أنه بلغوا بنيترات الأمونيوم أول شي يحط موعد ينزل على المرفق لنيترات الأمونيوم ويكرم أمن الدولة رجع لتغى الموعد بالليل الساعة 12 وطلع الانفجار بعد الجمعة فولا حدا يجي الدحك علامي يقول أنه بصد في لتغى الموعد وبصد هذا الشي مش مقبول ونطلب الحسان دياب انطلب طي خبر مين قال له لغي الموعد ومين قال له ما تنزل على المرفق تشيل النترات طيب عن ماريا ما رح أسألك لو أنت كنت محلة أنت نعيدكم بنفس المحلة ونفس الوجع كيف قدرت تخفف عننا هيدا الوجع فيش وجع بيخف بس حدا يخسر أخته أو خيو بالطريقة اللي يخسرها منقدر نحنا نشتغل حياتنا الشخصية نحسن نحسن أمورنا بحياتنا الشخصية نبني مستقبل نرجع لأننا بعد الانفجار كي كان عن حالة قطع سين ونوص أنا سكرت شغلي وقعت بالشارع 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 رجلت لأ أنه أنا بالشارع مش هتخلص أستقل سنتين بدي أرجع كف شغلي الشخصي كف حياتي بدي أكفي موضوع التحية وهذا اللي صار فنحنا منساعد بعضنا بأنه نعطي أمل بالحياة أكتر وبعتقد أنه ارتباطنا أو تأسس عائلة هو أكبر أمل لنا الله يخليكم نبعد حدثا مولادكم إذا الله عطانا أكيد يعني هاي الشي بيدربنا إذا الله عطانا سبب أنت بعتقد مش بعتقد أكيد طيب شو بتوجهه له اليوم لسائلة لجو قلت له أنت ارتاح محل ما أنت هو أول شي ارتاح من البلد كله صراحة برأيك هو ارتاح نحنا اللي بينا هو ما كانش بديموت أكيد أنا يعني حدش كل الناس بيطلقت بالحقيقة أكيد بس هو ارتاح أكيد أرتاح وأكيد يعني حسب إيماننا نحنا وحسب كل الأديان السماوية أنه الشخص بس ينتقل من هاي الدنيا بيروح أمطرح حسب أعماله يا بينظل يا بيطلع منسبة لي رأيي يمكن أن يكون مغلط أنه ولا مرة إذا حدا يعني كان حدا كتير بعيد عن المشاكل ومسالم الأقصى درجة فأكيد مطرحه إن شاء الله يكون مرتاح وأكيد إن شاء الله يكون عند ربنا وكل أصحابه وكل الضحايا اللي راح بس كتير وليام وإن شاء الله يا رب نوصل لنتيجة بالتحقيق ونشوفك بالأربعة إن شاء الله